ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبي 120 عبوة ناسفة في مخزن سري بمديرية نادرة بمحافظة إبن مصدر أمني في المحافظة أوضح أن العثور على المخزن جاء بعد اعتراف المدعو عبد الحميد شحيد قائد القلية الإجرامية والتي تم إلقاء القبض عليها نهاية يونيو الماضي في المنطقة نفسها المصدر أشار إلى أن المخزن والذي تم إخفاء الأبوات الناسفة بداخله يقع بالقرب من منزل شحيد مؤكدا أن الخلية الإجرامية كانت تحاول القيام بأعمال إجرامية وترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار في عموم مديريات المحافظة